هُلِدَ الْغُدَى فَالْكَائِنَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد هذه الخلق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدات المهتدين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وارضى اللهم عنا معهم فأنت أرحم الراحمين وما بعد اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المجتبى وحبيبك المرتضى سيدنا ومولانا محمد الذي أنعمت على الدنيا بمولده فهديتها من ضلاله وعلمتها من جهاله ونورتها من الظلمات فيا رب صل وسلم وبارك عليه النبي الأمي مبلغ الدعوة ومؤد الأمانة والمجاهد في سبيل ربي حق جهدي حتى أتاه اليقين وفتحت به قلوبا غلفا وأذانا صمى وأعينا عميا وكانت الأمة به خير أمة أخرجت للناس فيا رب لك الحمد ولك الشكر على هذه النعمة العظمى هذا اليوم هو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول هو يوم المولد النبوي العظيم يوم النعمة العظمى على العالم مرت على الدنيا أزمان انتشر فيها الظلم وطغى فيها الجور وطمست فيها الحقوق فاستغاثت الناس بربها أموال الفقراء تغتصب بغير حق البنات تدفن حية في التراب لا مكان للضعفاء في العيش إلا أن يكونوا عبيد للأقوياء فانطلقت صرخة الحق في شهر ربيع الأول مدوية من مكة المكرمة فدوت العالم كله أن كفى قفوا كفى ظلما فقد آن أن يولد حبيب الله محمد سطع نور من الله اختص بحمله سيدة الأمهات آمنة بنت وهب آمنة بنت وهب فأنار ظلمات العالم كله أبشري أيها الدنيا أنا أوان إنصاف المظلوم وفرح الفقير وسعادة المحروم وتنفس الضعيف لقد اصطفى الله هذا المولود العظيم لحمل أعظم رسالاته فجعله قبل النبوة بشرا مستخلصا يسير ويتصرف بعينه سبحانه لذلك قال فيه تعالى فإنك بأعيننا وصفه قومه قبل النبوة بالصادق الأمين فهو الذي يصدق الحديث ويعين الضعيف وينصر المظلوم ويصل الرحم ويؤدي الأمانة ويغض البصر تجمعت فيه كل فضيلة وعصم من كل رذيلة وانتهت إليه الكمالات كلها صلوات ربي وسلامه عليه حتى إذا بلغ أربعين سنة بعثه الله ليعلم الناس من الجهالة ويهديهم من الضلالة ففرح أهل الحق واغتاض أهل الباطل فللحق والباطل نزع أزلي عرضت عليه الدنيا بأسرها فلم يترك الدعوة صلوات ربي وسلامه عليه تحمل الجوع والعطش تحمل الضرب والجروح ماتت زوجته أخرج من مدينتي باكيا ينظر إلى أطلال تربى فيها وعاش فيها أيام الصباء استشهد عمه وأصحابه الذين آزروه ونصروه وكانوا نعم العون له فلم ينثن عن نشر الدعوة العظيمة صلوات ربي وسلامه عليه فعلى كل هذا لأجلنا نعم لأجلنا يريد أن ينقذنا من النار يريد أن يخرجنا من أوحال الوثنية والعبودية إلى أنوار التوحيد والحرية عاش كل عمره يردد أمتي أمتي اللهم أمتي وعده الله تعالى بأنه سيرضيه بما يشاء لكنه لم يطلب شيء لنفسه ولا لعائلته رغم الحاجة والجوع فيقول رب لا أرضى وفرد من أمتي يعذب في النار يقوم لجنازة كافر ويبكي شفقة عليه لأنه سيذهب إلى النار يضربه أهل الطائف فيدمون رأسه حتى يصل الدم إلى نعلي الشريف فإنزل ملك الجبال مهددا محملا بغضب من الله يريد أن يسحق أهل الطائف بالجبال وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يوقفه يشير إليه بيده التي يمسح بهدمه ويقول دعهم يا ملك الجبال عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله صدق من سماك الرؤف الرحيم يا سيدي أبشر أبشر سيدي يا رسول الله فقد خرج من أصلابهم أتباع لك يحبونك ويفتدونك ترك القصور التي عرضت عليه صلى الله عليه وسلم ليختبئ مع صاحبه أبي بكر صديق في غار ضيق ثلاثة أيام فنال بذلك الشرف الأسماء شرف معية الخالق سبحانه وتعالى إذ قال إن الله معنا يهب الله لأنبيائه دعوة لهم يختارون فيها ما يشعون لأنفسهم من لذيذ العيش لو أراد أحدهم ملك الأرض لأعطاه وهكذا طلب سليمان عليه السلام ملك الأرض وتسير الريح وطلب يوسف عليه السلام ملك مصر وطلب غيرهم ما طلبوا فآتاهم الله تعالى جميعا مرادهم ولكل نبي دعوة لا ترد دعوة لخصاصة نفسه ليس لأمور الدين والأمة وما شاكل ذلك دعوة لخصاصة نفسه وجاء الدور إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ليطلب من الله فيه ما يشتهي في وقت عصب فيه الحجر على بطنه من الجوع في وقت عصب فيه الحجر على بطنه من الجوع ورق عثوبه وخصف نعاله تقول أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها والله ما شبع رسول الله من خبز الشعير والله ما شبع رسول الله من خبز الشعير ولا أمسك في يده رغيفا لينا في ذلك الوقت الصعب تأتي الدعوة وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الظروف الحالكة يتنازل عن المطلب ويقول يا رب أدخل دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة يا رب أدخل دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة يا الله سيدي لماذا لم تطلب شيء لنفسك أو لعائلتك أنت وأهلك جياء ألقي الحجر عن بطنك واطلب ما تشاء فوالله لو أردت جبال الدنيا ذهبا لأتيتها لا هذه نفس لا كسائر نفوس إنها نفس محمد سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله في آخر أيامه حين بلغ الثالثة والستين من عمره المبارك هذا العمر الذي لم يضيع منه لحظة واحدة في غير رضاء الله وفي غير نفع الناس أبدا هذا العمر الذي لعظمته ولبركة كل لحظاته أقسم الله به في القرآن الكريم فقال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون لعمرك أقسم الله تعالى بعمره بعد أن مضى من هذا العمر المبارك ثلاث وستون سنة اشتاق لربه لكنه كان مهموما كيف سيترك أمته كان يخاف عليهم يريد أن يبقى معهم لا لحب الحياة ولا رغبة عن لقاء الله لكنه يريد أن يبقى معهم حرصا على هدايتهم يريد أن يأخذه معهم إلى الجنة فاستحصل من الله الوعد العظيم سيرحل لكنه سيبقى معنا كيف ذلك؟ يرحل لكن إذا سلمنا عليه فإنه يرد علينا السلام فقال صلى الله عليه وسلم ما يسلم علي أحد من أمتي إلا رد الله عليه إلا رد الله عليه روحي فأرد له السلام حصل لنا لقاء مفتوحا يوميا خمس مرات حيث نقول في صلاتنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فيرد لنا السلام ويا لتعاسة المحروم من هذا الشرف يا لتعاسة تارك الصلاة الذي لا يسلم على رسول الله يوميا ليحرم من هذا الشرف استحصل لنا وعدا من الله أنه يبقى يراعينا وهو عند الله تعرض عليه أعمالنا فيفرح بأعمالنا الصالحة ويحمد الله ويحزن على سيئاتنا ويستغفر الله لنا يقول صلى الله عليه وسلم تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم وعدنا بهذا الوعد صلوات ربي وسلامه عليه فاطمئن قلبه وبعد ذلك نظر إلى أصحابه وحملت رسالته الذين اصطفاهم الله لمؤازرته من أول يوم فكانوا نعم القوم ونعم السند تذكر صلى الله عليه وسلم كيف تركوا أهلهم لأجله ولأجل دينه كيف عذبوا وأوذوا فتحملوا وفرح عندما استحصل لهم الرضا الأبدي من الله رب العالمين إذ أنزل عليه قرآن يتلى إلى يوم القيامة يقول في أصحابه رضي الله عنهم ورضوا عنه ثقل عليه المرض بعد أن اختار لقاء الله بعد أن اطمئن على أصحابه والتزكية الإلهية لهم واطمئن على أمته نظر إلى أصحابه في المسجد وهم صفوفهم في الصلاة ففرح لأن شعائر دينه قائمة فنظر وابتسم مطمئنا وكأن وجهه ورقة مصحف ثم عاد إلى كنف عائشة الصديقة فاحتضرته في إساعة الوداع ليودعها نيابة عن الأمة ولتودعه هي نيابة عنهم في تلك الأثناء أظلمت السماء في تلك الأثناء أظلمت السماء وأوحشت الأرض فقد ثقل الجسد الطاهر في حظن عائشة وكأنه يقول لها وللأمة أنتم وديعة عند ربي فاستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه وهذه رسالة أخيرة هناك من ينزعجون كلما جاءت ذكرى المولد النبوي لا أقصد الذين ينكرون الاحتفال هذه مسألة فقهية من ينكر الاحتفال ويقول لا يوجد عليه أن لا يشنع بالكلام على الذي يحتفل والذي يحتفل أيضا عليه أن لا يشنع الكلام على من لا يحتفل لكن هناك من وصلت بهم الجرأة والوقاحة إلى أنهم قالوا بأننا نحزن عندما نحزن عندما يأتي الثاني عشر من ربع الأول يقول لأننا نرى الناس تحتفل أريدهم أن يسمعوا هذا الكلام لا أقصد الذين لا يحتفلون أو ينكرون الاحتفال لكن الذين يحزنون فليسمعوا هذا الكلام قال الإمام السهيلي رحمه الله في كتابه الروض الأنف وهو كتابهم في السيرة من مراجع هذه الأمة قال في تفسير الإمام بقي بن مخلد رحمه الله أن إبليس لعنه الله رن أربع رنات رن حين لعن يعني حين طرد من رحمة الله ورن حين أهبط من السماء إلى الأرض ورن حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورن حين أنزلت فاتحة الكتاب ورن هي الصيحة العظيمة الناتجة عن الغيظ والكره فيا من ينزعج في يم مولده صلى الله عليه وسلم احذر فأنت تقتدي بإبليس وأنت وريثه في ذلك اللهم اجعلنا ممن يفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا باتباع سنته واتباع دينه ونصرة دينه وبالاحتفال في مولده بما يتناسب وأصول الشريعة وليس فيها مخالفات شرعية وممن يفرحون بشفاعته يوم القيامة وبجواره في الفردوس الأعلى آمين يا رب العالمين نخذ الآن فاصلا نستغلوا بالاستغفار وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نعود بعد ذلك على رخي الفتاة وإن شاء الله اشتركوا الله والله جليس من ذكرة نستغلوا بالاستغفار نستغلوا بالاستغفار وفم السماء وفم السماء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخوانا الكرام مرة أخرى وصلنا إلى ركن الفتاوى نستقبل أسئلتكم على أرقام الهواتف التي ترونها أمامكم على الهواء مباشرة كذلك نستقبل أسئلتكم من خلال تعليقاتكم على صفحة قناة الفلوجة في الفيسبوك والتي يبث فيها برنامجنا الآن بثا مباشرا هياكم الله ومرحبا بكم نعم نبدأ بالأسئلة التي وردتنا عبر الفيسبوك هنا أخ يسأل يقول ما حكم الذي قال لزوجته سأطلقك أو قال إلا أطلقش باللهجة العامية وأقسم مينا على ذلك هل يقع الطلاق هذا ليس طلاقا يعني الطلاق إذا كان بلظ المستقبل سأطلقك أو إلا أطلقش أو كذا هذا ليس طلاقا إنما هو وعد بالطلاق كأنه يعدها يعدها أني سأطلقك وطبعا نقول له لا تفي بهذا الوعد ومن أقسم مينا عليه أن يدفع كفارة يقول والله لا أطلقش أو والله سوف أطلقك يعني هذا بالعربية يدفع كفارة ولا يطلقها لا يقع الطلاق في هذه الحالة نعم أخ يسأل يقول ما حكم وضع الرموش الصناعية للمرأة في المناسبات فقط إذا كانت بالأصل المرأة رموشها طبيعية ويعني مقبولة وجميلة لا يجوز أن تضع هذا لأن هذا فيه زيادة على الخلق أو كذا لكن إذا كان فيه رموشها ضعف يعني كان تكون قليلة الرموش أو رموشها مما يعاب خلالي نقول ألي شوف تلفت نظرة إنه عيونها فهذه عنده يجوز أن تلبسها لكن لا لزينها أمام غير المحارم إنما أمام النساء فقط أو أمام الزوج أو أمام المحارم ليس فيها مشكلة إن شاء الله عموما أمره هاي ليس صعبا إن شاء الله الأخت أسيل من بغداد تفضلي أسيل تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الزكاة للأيتام يعني نتكفل بها أيتام الزكاة للأيتام يعني نتكفل بها أيتام هي نتكفل بها أيتام طيب هذا السؤال والسؤال الثاني يعني بس لحظة لحظة أختي إن تعدكم زكاة ما لها السنة تبقون تقصطونهم يا على أشهر بصيغة كفالات مثلا بطبط طيب تفضل السؤال الثاني يصير واحد يصير واحد يعني يتلع يعني خارج إبراق ويدور شغل المؤسسات حكومية الدول العربية هو عندي شغل هنا يعني طيب ما شاء شاء دعم هل لك سؤال آخر أهلا نسا أهلا حماد من إديالة تفضل شيخنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله شيخنا أهلا وسهلا بيك يحفظك الله شيخنا عندي سؤالين تفضل علي نسمعك شيخنا عني فاضر أمضان عندي أمراض مزمنة أسأل الله كالعافية وهذه الأمراض أثرت فيها ثاني أمراض بتروها الرجلي لا حول ولا قوة الله بالله الأحلام العظيم سؤالك هو أنك أفطرت في رمضان لعدم الاستطاعة على الصيام أفطرت في رمضان بسبب أمراض مزمنة مستمرة أي عندي السكر وعندي الضغط زين عندي أملاح الدم وعندي الفرستان أو أي عندي أمراض شيخنا إن شاء الله مأجور مأجور ما يصاب أحد بمصيبة أو بمرض إلا كانت كفارة من ذنب الله يخلقك عدفتي بشي من الرمضان ماشي يا أخي الآن أنت معلك صيام معلك فرضوك ليس الصيام فرضوك الفدية إذا استطعت عموما أجاوبك بالتفصيل بس إذا تفضل إذا عندك سؤال آخر السؤال الآخر أني زوجتي نعم زوجتي أني أنا أنت عام الكبد الفيروسي صلى الله لها ولك العافية نعم وأنا مقرب بالدم وأنا مقرب بالدم ومعض الأشياء أخذ على الله لا صوم لا صوم زين فريد نعرف صوم مصوم يشير الكفاء يشير الضفاء العلينا يشير الضفاء العلينا تسمع الإجابة إن شاء الله الله يرضى عليك الله يوضح إياك الله أهلا وسهلا نبارك فيك الأخوة نجمة من صلاح الدين تفضلي تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على أن أختي عندي سؤال تفضلي تفضلي أسمعوك واضح الزوجي صال ثلاثة شرعة زوجي صال ثلاثة شر شبيه انقطع الاتصال مع الأسف نعم طيب نجيب على الأخوة الأختة التي ذكرت عن إعطاء الزكاة للأيتام الزكاة لا يجوز تأخيرها أو تقسيطها إنما يجب أن تخرج دفعة واحدة يجب أن تخرج دفعة واحدة لكن يمكن أن توكلوا إنسانا توكلوا الإنسان لأن خاف الأيتام تعطوه يعني تعطوها جملة كاملة الأيتام ويصرفوها بيومين ثلاثة وشهر شهرين ويبقون طيلة السنة جوعانين ربما هذا قصدك يعني إنسان اللي نقول على سبيل المثال أريد يعطي كل شهر مئة ألف دينار الأيتام مثلا عند زكاة مليون دينار أريد أخليها على عشرة الشهر لا تقصت أنت عشرة الشهر عندما تجيب الزكاة عليك هذا الشهر يحرم عليك أن تؤخره إلى الشهر القادم حرام تأخير يعني أنت لازم الطلاح لكن يكون عليك إثم القضاء مثل ما هو وحدي أخير الصلاة إلى الوقت الذي بعده فشنا الحال لهذا المسألة توكلون إنسان ثقة مؤتمنا ويفضل إن يكون من أهل أولئك الأيتام تعطوا المبلغ كامل وتقولون له أعطهم كل شهر مئة ألف مثلا حتى يكون كفالة يكون زكاة نعم هو بالأصل يجوز بالله شك كفالة الأيتام من الزكاة الأخ أحمد من الموصل تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال بس شيخا بالسؤال تفضل حبيت السؤال هل يجوز الأحسان المولد طيب شكرا حياك الله نجيب على الأسئلة الأخت التي سألت عن حكم العمل خارج العراق لمن كان عنده بالأصل عمل داخل العراق بالأصل العمل بأي مكان يجوز إذا أمن الإنسان فيه على دينه وعلى يعني لا ليس فيه مشكلة لكن هناك بعض الموظفين ماذا يفعلون عنده وظيفة في العراق يرتب وينسق مع بعض المدراء الذين في مكانه الذي هو موظفيه يجري له الراتب دون أن يذهب إلى الدوام بدون إجازة يعني إذا كانت إجازة رسمية بجزء من الراتب لا بأس ما بهذه مشكلة لكن ما يخذ إجازة يقول له أنا استجلك حاضر أو يعطي جزء من الراتب أو ربما صديق ما يخذ جزء من الراتب فيترك العمل يذهب يبحث عن عمل آخر خارج العراق حرام حرام ليس للعمل الذي خارج العراق أنت مو مشكلة لو روح اشتغل خارج العراق لكن حرام لأنك تستلم راتب دون أن تحضر في الدوام بواسطة تنسيق أو ترتيب أو من هذا القبيل يعني بدون إجازة رسمية من هذا إذا كان بهذا الطريقة بلا شك حرام نعم ألخ الذي عنده وعند زوجته أمراض مزمنة بلا شك أي مرض يعني يجعل الصيام يضعفك أو يؤذيك أو يتعبك خلينا نقول هذا يباح لك الإفطار فإذا كان هذا المرض مؤقتا عليك القضاء قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أما إذا كان المرض مزمنا وبالنسبة للأخ عند الضغط وعند السكر وعند كذا هذه الأمراض الواحد منها إذا وجد في إنسان يعفى من الصيام بسبب أنه يحتاج إلى دواء في النهار أو يحتاج إلى ماء لا يستطيع أن يجوع لا يستطيع أن يشبع بعض الناس الشبع والجوع يؤذيهم فيجب أن يكون يعني كأصحاب القرحة مثلا سؤال الله لنا ولكم العافية كذلك زوجته عندها التهاب الكبد الفيروسي إن كان الصيام يتعبكم ليس عليكم فرض الصيام فرضكم هو الفدية الفدية إطعام فقير واحد طعام بما يعادل أقل من كيلوغرام من ستمائة وخمسين إلى سبعمائة وخمسين غرام يعني الفتوى صدرت في العراق من أراد أن يخرج المال ألف إلى ألف ربع باليوم ألف إلى ألف ربع باليوم يعني رمضان كله ثلاثين ألف دينار عن النفر هذا هو فرضكم حتى لو أديتموه مقصة مو شرط ألا كله كامل يعني بالتقصيد يجوز ذلك نعم وليس عليكم فرض الصيام الأخساء لأن احتفال بالمولد النبوي فصلنا هذا الكلام في حلقتين ماضيتين وقلنا نعم الراجح أنه يجوز الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة في طريقة الاحتفال فإذا كان الاحتفال بمخالفات شرعية كان يكون فيه اختلاط بين الرجال والنساء ومعازف وما أشبه هذا حرام الطريقة حرام وليس أصلا الاحتفال وإذا كان بقراءة القرآن وتذكير الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع على الصلاة والسلام عليه صلواته ربي وسلامه عليه ليس فيها مشكلة نعم هنا الأخ أكرم القيسي يقول هل يجوز للطلاع على التوراة أو الإنجيل فقط لمجرد رؤيتها في اليوتيوب يعني هو ليس حراما قراءة التوراة أو الإنجيل لكن مع الاعتقاد والجزم اعتقادا تاما بأنها محرفة لأن الله تعالى ذكر لنا هذا في القرآن الكريم قال يحرفون الكلم بعد موضعه قال يشترون به ثمنا قليلا وقال يعني بينهم كتبوه بأيديهم فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون كانوا يكتبونها ليكتسبوا بها المال عليك أن تكون موقنا بها والأفضل أن تتركها الأفضل أن تتركها خشة أن تمخدع بها لأن فيها تجاوزات على الذات الإلهية تجاوزات شنيعة على الله وفيها تجاوزات شنيعة على الأنبياء لا نقبلها على شر الناس هناك تجدون الآن في ما يسمى الكتاب المقدس الذي فيه العهد القديم والعهد الجديد العهد القديم هي التوراة والجديد هو الإنجيل المنسوب يعني فيها تجاوزات على الأنبياء قبيحة جداً لا نقبلها على سفهاء الناس لذلك تجنبها أخي الكريم تجنبها نعم هنا أخ يقول هل يجوز الدعاء بعد التحيات وقبل السلام من الصلاة نعم نعم يجوز ذلك وهذا أصلاً من مواضع من مواضع الإجابة ويقول ما تفسير قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم فإذا اطماننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين الكتاباً موقوداً موقوداً كما تعرفون بأننا في الصلاة عندنا ألفاظ خاصة وحركات خاصة لا يمكننا أن نختار الهيئة التي نذكر الله تعالى فيها ليس باختيارنا يجب علينا أن نقف أن كنا قادرين على الوقوف أو الجلوس لمن لا يستطيع وآخيري والركوع ركوع والسجود سجود والجلوس جلوس أما خارج الصلاة إذا قضيت الصلاة فاذكر الله تعالى قائماً جالساً على جنبك كل ذلك جائز بعض الناس يقول ليس من الأدب أن أذكر الله وأنا مستلقي لا أخي ليس فيها شيء الله تعالى قال فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم يعني ليس فيها مشكلة قائم قاعد على جنبك يعني مضطجع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ إذكار النوم وهو مضطجع على فراشه فقط في الصلاة لسنا نحن من نختار الحركات إنما الحركات محصصة من قبل الشرع ونالك بدائل يعني يبقى العاجز عن القيام يصلي جالساً وهكذا نعم أم محمد من أم محمد نعم تفضلي أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشعب شير الحمد لله بخير الله يحفظكم السلامة يا خاني أراجع على دكتورة أمه تجميل طيب وضربني أبر بالوجه طيب شنو المشكلة اللي عندك تلاجعين بها طبيبة تجميلة التجاعيد وكلف الكلف بمجال أما التجاعيد تسمحي لأسألش عن عمرتس ولا ما به مجال لا عاد أسأل يعني عن عمر رسل اسمي ما عقدر عليا ما أمطس كامل لا دقول لي نسمك إحنا ما نحتاجه لإسم بس نسألش قد للعمر لأن العمر هنا متعلق في مسألة التجاعي شقد عمرك أختي عمر عمر 33 طيب أي وراجع على دكتورة أمه تجميل يعني ضربتني أبر بالوجه طيب أمطسني دهن أستخدمه بالنهار وبالليل نعم ما دم عمرك 33 شغلتك هنا إن شاء الله الفتوى متاحة لك إن شاء الله تسمعين التفاصيل أي دكتورة دم أصبح مجال الزحمة يعني أحط عن الدهن بالنهار وأتمسح من فوقه فوق الدهن هنا مشكلة طبعا أي هذه مشكلة يعني يمنع الوضوء لو ما يمنعه هو الدهن هل هو دهن زيتي أم من هذا المرهم أو الكريم اللي يمتص الجلد لا لا مو كريم هذا أحنا نسميه مقرمونة يسميه نواق الشمس طبعا لا هذا في مشكلة طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله أي وعند هذا لحط هم ديلي أحط دهن وأتمسح من فوقه هل يمنع الوضوء لو ما ينعه تسمعين الإجابة إن شاء الله أي وشكرا شيخ أفوا بالنسبة لعمليات التجميل إذا كان بسبب ما يسمى بالكلف أو النمش أو الأمور التي تكون في الوجه مما يعاب به الوجه عمليات التجميل لإزالتها جائزة لماذا؟ لأنها يعد من العيب والعيوب نوعان العيب الطارئ والعيب الخلقي استغفر الله عندما نقول عيب الخلقي لا نقصد أن نعيب خلقة للخالق لكن ماذا يسمى؟ هو يسمى عيبا بمعنى على خلاف الأصل على خلاف الأصل لأن الأصل أن الوجه ليس فيه هذه الأشياء فإذا وجدت إن كانت بأمر طارئ بسبب حادث أو كذا أو كانت بسبب ضربة شمس أو كانت بسبب خلقي للولادة بدون سبب كل هذا يجوز العمليات التجميلة لإزالتها أما بالنسبة للتجاعد التجاعد إذا كان إنسان كبيرا في العمر وصل إلى عمر يتجاعد الوجه في مثله ليش أنا سألتها على عمرها؟ مرى عمرها 70 سنة وتريد تسوي عملية تجميل إزالة التجاعد يا أختي شي تريد تعيشين بعد؟ يعني أسأل الله أن يطيل في أعمار الناس لكن الذي في هذا العمر هو في الأصل يكون متجاعدا بالطبيعة ليس أمرا طارئا لكن اللي عمرها 30 وكذلك اللي عمرها 40-45 جوز للخمسين هذا الوجه لا يتجاعد لا يتجاعد في هذه يكون فيه الطيات البسيطة يعني اللي تكون عند الضحك أو كذا لكن بالأصل لا يتجاعد الوجه في هذا العمر فإذا تجاعد فهذا أمر طارئ أمر طارئ يجوز إزالته لأن هذا العمر 33 شابة فهذا العمر يعني ليست الوجه لا يتجاعد في مثلها لا يتجاعد في مثل هذا العمر لذلك يجوز يعني يجوز إزالته بالعمليات التجميلية نجي على موضوعين الموضوع الأول زرق الأبر لأجل انتفاخ الوجه وإزالة التجاعد والأمر الثاني الدهونة التي تعيق الوضوء الأمر الأول الذي يوضع على الوجه ما يسمى بالفلر أو الفلر نوعان هناك دواء دواء يزرق دواء في الوجه هذا الدواء ينشط الخلايا وينشط غدد الوجه بحيث يعني يكون هناك انتفاخ في الوجه ويزيل التجاعد هذا ليس حراما ليس حراما لكن هناك أبر ليست دواء إنما مادة تغرز تحت الجلد تنفق الوجه هذه حرام وهي ضارة أصلا ضارة لها أكثر من سبب التحريم من ضمنها أنها ضارة وخاصة المواد التي فيها يعني قد تقول جسم دخيل جسم دخيل يدخل على داخل الجسم الإنسان شيء متكامل ما يقبل غلط عندما يدخل فيه شيء دخيل يضره فهذه المواد الشحمية التي تزرق لتنفق الجسم هذا حرام لأنه تغيير بالخلقة غيرنا الخلقة بشيء خارجي بينما راح تقول لزين هاي الأبرة اللي هي فيتامين منشط أو كذا متغيير الخلقة لا هنا الخلقة هي غيرت نفسها دواء والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداو ماكو مشكلة تداو فإن الله لم يضع عدان إلا وضع له دواء واضح فهذا الدواء نشط الجسم فالجسم هو الذي غير نفسه لم يتغير عنه بواسطة دواء لم نضف نحن له مادة نعم قبل أن نكمل هناك اتصال معلق من نعتذر أن الأخت أم محمد من أربيل تفضلي بعدها نجاوب على مسألة الدهن الذي يعيق الوضوء أبو محمد أو لو أم محمد أبو محمد تفضل أبو محمد من أربيل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكو آية يقول لا أقسمه رب العالمين لا أقسمه في موقع النجوم طيب موقع النجوم ما هي وعين ولماذا لو قسم يكون بعظمة يعني يقول لو كنتم تعلمون طيب وإنه لقسم لو تعلمون عظيم صح نعم طيب عندك سؤال آخر شكرا حياك الله الأخ جمال من كاركوك تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا الحمد لله بخير الله يحفظكم شكرا عندي جدي ضرير أعمى من سنة 2011 سأل الله أن يعوضه الجنة لحد الآن احنا في عام 2021 زيان وهو الحمد لله يصلي بس يعني يعني يجي أيام تجي فترة يعني يجون أشخاص بالليل أو بالنهار هو ما يشوف بس يعني يشوفهم يعني يقول لنا تعبوا هين أشخاص قاعدين يمي وسوالفوا إياهم بس هو ما يسلقونوا إياه في النهار أم في الليل نهار أم في الليل طيب يعني يجيون أشخاص يعني يقولوا حلوين النظر وعني فردنا وقل بس هو يسلقوا إياهم بس ما يسلقونوا إياه طيب هو الظاهر أنه يعني متدين جدا الحمد لله الحمد لله تمام تمام أخي بس خليكوا يا دقيقة يقولكم إنه لما تدخلون أنتوا يروحون هؤلاء الأشخاص لأشكالهم جميلة لا شيخي بس ما تشيرهم بس ما تشيرهم حياك الله الأخ جمال من كاركوك تفضل هو نفس اللي كان نعم نعم تمام طيب بالنسبة للأخت التي سألتنا قبل قليل و أنا منكمل الجواب الدهون التي تكون على الوجه بلا شك هذه تعد ما نعمنا الوضوء إذا كان هذا الدهن الذي يسمى القناع الشمسي أو كذا دهون تمنع الماء فعلى الإنسان أن يتحرى أن يضعها في وقت يكون قد أتم فيه الصلاة مثلا مطلوبة منك بالليال وبالنهار بالنسبة للليال ضعيها بعد أن تتوضعي لصلاة الإشاء حتى لو كنت مثلا تصلينا المغرب وضعيها على وجهك وحافظي على وضوئك إلى صلاة الإشاء واضح حقي حافظي وتصلينا الإشاء أمامك الليل كله يبقى على الوجه أما بالنسبة لوقت النهار وقت النهار أيضا حاولي أن تضعيها في وقت طويل مثلا من شروق الشمس وإلى قبل صلاة العصر الوقت طويل يعني الضحى كله ثم وقت الضحى كله قبل أن يؤذن العصر بنصف ساعة مثلا أو صلي صلاة الظهر يعني غسليه ثم صلي صلاة الظهر لن تكون قضاء الظهر ما تكون قضاء إلى أن يؤذن العصر ألي صلي صلاة ولو قبل الإذان بمقدار ركعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة إنسان صلى صلاة الظهر الله أكبر كمل ركعة قام بالثانية أذن العصر هل صلاة الظهر قضاء لا ليست قضاء لكن لا نصح بهذا التأخير لغير أصحاب الضرورات لأن الأجر بلا شك أقل الأجر في بداية الوقت أفضل النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب العمال إلى الله الصلاة تعالى وقتها لكن في مثل هذه الضرورات بما أن العلاج مباح لها مباح لها فهي صاحبة الضرورة واضح فيمكنك أن تقسم وقتك بهذا الطريق وهذه الطريقة ولا تحتاجين فيها إلى أن تتوضعي فوق الدهن الأخ الذي سأل عن معنى قوله لا أقسم بمواقع النجوم وإنه ولا قسم لو تعلمون عظيم كلمة لا إذا جاءت قبل القسم عند العرب تفيد التوكيد لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس يعني هذه كلمة لا إذا جاءت قبل القسم تفيد التأكيد على فكرة نستعملها باللهجة العامية مثلاً واحد يقول ما خليك تروع في المكان تقول لا والله ألا روح لا والله لا والله ألا روح واضح؟ يقول لا أشو ألا روح كلمة لا أحياناً لا تفيد النفي إنما تفيد التأكيد يعني لما واحد يقول لي ما تروح على هذا المكان أقول لا والله ألا روح أكدت كلامي بالقسم بينما لما أقوله لا والله ألا روح هو هو يعني هو فهم مني أني أؤكد كلامي فهنا كلمة لا تفيد التأكيد هذه مسألة أما ما هي مواقع النجوم؟ هذه من الأمور الغيبية اعتداءاً الصحابة رضي الله وتعالى عنهم لم يعرفوا معناها لكن فيما بعد أو إن عرفوا يرون النجوم التي في السماء لكن بعد تطور العلم وجود المقربات الألكترونية والتليسكوبات التليسكوبات وكذا التي رأوا فيها مواقع النجوم رأوا المسافات الشاسعة بين الكواكب وبين المجرات وبين الأناقيد الكونية وبين يعني الكون الواسع العظيم لو كتبتم الآن في الانترنت المسافات بين النجوم ستجدون العجب العجاب لو أن طائرة مسرعة أرادت أن تقطع ما بين مجرة ومجرة وكانت أسرع من الطائرة الحالية بمقدار ألف مرة ربما تحتاج كذا مليون سنة طائرة بدون توقف لتصل من مجرة إلى مجرة أخرى وهاتان المجرتان مثلا أقرب مجرة إلى مجموعتنا مجرتنا اسمها درب التبانة أقرب مجموعة إلينا اسمها أوريون هاتان المجرتان ليست أكثر من غيمتين في نظام هائل اسمه العنقود الكوني والعنقود واحد من مليارات العناقيد في نطاق استطاع الإنسان أن يراه بواسطة المقربات الحديثة ضمن السماء الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما السماء الأولى إلى السماء الثانية إلا كحلق مرمى في فلات حلق محبس خاتم مرمى في فلات يعني في صحراء فكيف هي السماء الثانية وما السماء الثانية إلى الثالثة إلا كحلق مرمى في فلات وكذا فمواقع النجوم أمر عظيم تبين عظمة الخالق سبحانه وتعالى نعم ولذلك قال عنه وإنه لقسم لو تعلموا نعظيم الأخ الذي سأل بأن جده أصيب بالعمى فصبر وهو متعبد متدين وقال بأنه يقول بأنه يرى أشخاص أحيانا في اليقظة جدك صادق مثل هذا موجود موجود في عهد الصحابة وموجود في عهد الصالحين كان أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم مرضة 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 النواسي بن سمعان رضي الله عنه مرضة مرضة شديدة وحتى أن أهله شقوا له في سريره شقا لأجل أن يقضي فيه حاجته ما عدا يستطيع أن يمشي لقضاء الحاجة فزاره أحد أصحابه فبكى عليه فقال له لماذا تبكي قال لأنك وصلت بالمرض إلى هذه الحال قال لا تحزن بل افرح علي لأن الله تعالى ابتلاني بهذا فصبرت فكافأني على صبري بأن الملائكة تأتي إلي وتسلم علي وتؤنسني فكافاه الله سبحانه وتعالى على صبره على هذا البلاء وأعرف رجلا ثقة أنا أعرفه ثقة حدثني عن أحد أقاربه قال أصيب بالعمى فصبر قال وهو مكثر من الذكر لا يفتر لسانه عن ذكر الله وأكثر ثلاثة أذكار يذكرها أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر أيضا من الاستغفار ويكثر من سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم يقول كان أحدنا إذا دخل إليه على الغرفة إذا دخل إليه على الغرفة يقول من الداخل يقول دون أن نصدر صوتا وهو أعمى فنقول له كيف يعني كيف تدري بأننا دخلنا يقول عندما أكون لوحدي أرى أشخاصا يكلمونني وأرى أحيانا أغصان متدلية فيها ثمرات وأحيانا آكل منها فإذا دخل علي إنسان اختفت كل هذه المشاهد هل هذا الأمر ممكن؟ ممكن هذه تسمى الكرامة الله تعالى يكرم بها عباده الصالحين هذه الكرامة والكرامة ثابتة في القرآن الكريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاء محراب سيدتنا مريم عليه السلام غرفة منعزلة عن العالم معلقة بحبل ليس لها يعني تذهب إليها تبقى مددا طويلة لا تخرج ولا تسأل كيف تقضي حاجتها تلك كرامة أصلا يعني من أين يأتي الطعام؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاء في الروايات يجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف قال أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاوه بغير حساب بغير حساب هذه كرامات فبالنسبة لمثل جدك يعني بالنسبة لجدك صبر على العمى وبقي ذاكر الله متعبدا فكافأه الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة لا تستغرب وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم وبانتهاء حلقة اليوم وصلنا إلى نهاية برنامجنا مولد النور لهذا العام وسنعود بعد ذلك غدا إن شاء الله إلى برنامج على درب النور الذي سيعرض كعادتنا كل ثلاثاء وكل جمعة إن شاء الله غدا ثلاثاء سيعود برنامجنا على درب النور أما برنامجنا اليومي مولد النور فهذه الحلقة الأخيرة منه لهذا الموسم نسأل الله تعالى أن يتقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين لا تحرمنا من دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة